يا رب إن في صوتي دعاء وفي قلبي أمني وفي كياني ثقة بك وفي شعوري راحة نفس لأنني على يقين بمقدرتك وعطفك بأنك ستأخذني لحياة أفضل ولن أقول علمتني الحياة فمنك قوتي وتفاؤلي وجد هذه ومنك الطريق وإليك الطريق ومنك جمعة مباركة عليكم يا رب كيفكن شو أخباركم طمنوني عنكم إن شاء الله بتكونوا بأحسن حال يا رب يلا حطولي لايك ويلا نكمل الفيديو مع بعض ساوا فنجان شاي فنجان أحوى ويلا معي إن شاء الله فيديو اليوم بيعجبكم حبيت فيديو اليوم يكون مميز ما صورت لكم وصف الطبخ صورت لكم جولة تسوقات لأعمل شوية تغيير بالقناة إن شاء الله بتكبر فيكم بإذن الله يا رب لنغير جو نطلع مع بعض جولة تسوق ومشتريات وكمان نطلع طلعها بالليل حبيت هيكي غير للكون الأجواء لحتى تدعموني وتحطولي لايك وتشتركوا بالقناة أغلب المشاهدات عندي بالقناة من ناس منهم مشتركين بالقناة فضلا وليس أمرا إذا عم يعجبكم المحتوى تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة بيقولوا إنه التسوق بيزيد من هرمون السعادة مثل هو مثل الشوكولات هيكي إنه بيزود من هرمون السعادة لهيك قلت اليوم بعمل جولة تسوق هيكي منغير جو مع بعض بيقول لك إنه مجرد تصفح المواقع الإنترنت والمشتراء مواقع التسوق الإلكتروني هده الشي بيزود السعادة إنه الدماغ بيحس كأنه نظام المكافأة إنه لو جاب هاي الشغلة هيحصل على مكافأة فبيزيد عنا هرمون السعادة بس كمانا لازم إنه إحنا ننتبه لهالنقطة إنه إحنا مو مثلا كنا متدايقين أو زعلانين أو مثلا عبارنا نغير مود ننزل ونشتري هيكي شغلات ملا طعمة وبعدين نزعل ونقول هي ضيعنا فلوسنا وشترينا شغلات إحنا منا محتاجينها لهيكي لازم نتصرف بزكاء يعني إذا إحنا بدنا ننزل نعمل جولة تسوق آه لازم إنه إحنا نتسوق شغلات إحنا منحبة أول شي إحنا محتاجينها تاني شي إذا إحنا منا محتاجينها إنه نكون هاي الشغلات آه إحنا منحبة لأنه لما نطلع علي بعد ما نخلص من هذا المود نطلع علي نحس بالسعادة ما نحس إنه لأ إحنا كلفنا حالنا وجبنا شغلات فوق طائتنا إحنا منا محتاجينها فنتدايق أكتر لهيكي الأفضل إنه إحنا بنشتري شغلات إحنا منحبة يعني أنا دائما هيكي مثلا أنا بحس حالي متدايقة بشتري مثلا شغلات إلا علاقة بالقهوة مثلا بحس إنه بتحسن لي مزاجي بشتري شوكولاتة بشتري شغلة للبيت أنا بكون عجبتني أنا حبيبتها ولايق عندي بالبيت هيك بحس إني أنا أرتحت أكتر لأنه بعد هيكي بحس إنه يا الله عنجد جبت شغلة حلوة وهيكي غيرت مفكيت هيكي وغيرت مود نازلين هدول الترندات التركية عنجد أنا بعرف إنه يمكن أغلب الناس اشتروا هون وصاروا يمكن قدموا بس يعني أنتصل خيرا من ألا تصل بشتري لي كم قطعة هيكي بعرف إنه أنا يمكن أخر واحد اشتريتهم بس والله عنجد كتير حلوين هيكي النعومين ورزيزين هيكي بالتقديم كتير حبيتهم لهاكي اشتريت منهم قطعتين ثلاثة شو رأيكم والله كل شي كان بيعجبني كنت بصور الكونيا وفيه شغلات إن شاء الله عجبتني وحطيتها بنخي قلت راح ارجع آآ اشتريها مرة تانية لأنه هيكي عم بزبت كزا شغلة قلت إن شاء الله بالمرات الجاي برضو بصور لكم نبشتري كمان كمغرد تانيات نبحث أصلا حتى مجرد التسوق بيعطينا أفكار لتنظيم البيت تغيير الديكور هيكي التجديد دائما تجديد بيعطي طاقة حلوة بالبيت عجبت متل ما شايفين معي والله هالسوق عجبت في كتير كتير شغلات حلوة إن شاء الله الشغلات اللي عجبتني وصورت لكم ياها هيكي بتعجبكم بتاخدوا فكرة أنا كتير كتير بحب تسوق الأدوات المنزلية والأشياء الخاصة بالمطبخ هيكي بحس إنه أكتر أكتر أماكن بحب روحها هي هاي الأماكن حلو كمان إنه إحنا نختار أشخاص نروح معهم يكون زوء مثل زوءنا يكون مشتركين بالزوء مع بعض ويكونوا كمان بيحبوا التسوق لحتى يخففوا عنا ويكون هيكي جبل التسوق ويكون مبسوطين فيه وفرحانين عن جد أدمن نشتري منظمات وشغلات للبيت كمان منظمنا محتاجين تنظيم ومنظمات وشغلات للبيت هلأ إن شاء الله قبل الشتوية رح أشتري هيكي منظمات وأعمل هيكي إن شاء الله فيلوك جديد كله متنظيم للمطبخ وللبيت إن شاء الله بيعجبكم هيك تابعوني بالفيديوهات الجاية وحطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد لا تجادلوني في حب القهوة يعني اليوم قلت ما رح صور لكم طبخ بس صدقوني صورت لكم قهوة إنو ما قدرت رح تشوفوا كيف ضعفت وصورت لكم فنجان قهوة على رواءة والحمد لله إنو ربنا يسترلي إنو نزلت التسوق بدري ورجعت بدري لحتى كفي نهاري يعني بدأت نهاري تقريبا آآ بالسوق وهيكي خلصت بكير يعني ما أخذ معي وقت الحمد لله القهوة عشقي لا تجادلوني في حب القهوة صورت لكم المشتريات بعد ما رجعت من البيت يعني هيكي كم شغلة بسيطة إن شاء الله بيعجبكم زوقي وبتحبون متل ما حبيتهم ها واسترخصت سعرهم بصراحة سعرهم نرخيص أغراني أطباء للبيت لهيكي اشتريت منهم اتنين بعرف إنو في موديلات جديدة وأكريليك وهيكي صورة هدول هيكي نعومين حبيتهم وكتير سعرهم نرخيص وقلت يلا بشتريهم وهدول الصواني التركيات كتير حلوين للتقديم إنو عجبني إنو حجمه من صغير أنا بعرف إنو يمكن هيكي صرت آخر واحدة شاريتهم وكل اشتراهن بس هيكي حبيتهم قلت يلا بشتريهم لما الواحد بيتصرف بزكاء وبيشتري الشغلات اللي هو محتاجة أو الشغلات اللي هو حاببها عن جد بيحس بالسعادة وبالراحة بعد ما بيخلص مشترات ما بيكون إنو بيشتري بيشتري بعدين ما قول يا ياريتني ما اشتريت هاي وياريتني ما اشتريت هاي شوفوا هدول شو حلوين هدولي كياس مي آآ دافية للولاد هيكي جبتهم قلت هيكي انا بيحبوا يدفوا هيكي بيحسوا كتير كيوت بصراحة حسيتهم جبتلهم يعون يعني الواحد لما بيشتري شغلات هو محتاج أو هو بيحبه ما بيحس بتعب أو بضغط إنو يا صرفت فلوس كتير وبيكون هيكي زي التسوق صار عبق عليه بدل ما يكون شغلة ليفرغ فيها طاقة ويعمل شيء بيحبه يا الله ما احلاهن هاولا تقديم الشوكولات جنب القهوة كتير كتير حبيتهم اشتريت منهم اتنين وكان جاي عبالي اخد اكتر ورح ارجع ارد اشتري منهم تاني ان شاء الله عنجد في اشكال كتير حلوة بس قلتي يلا بجرب هيكي بشوفهم حلوين عندي وبرجع بجيب منهم تاني ان شاء الله شورا يكون هيكي لبقتهم مع بعضهم عنجد كتير حلوين بعد بحطيتهم والله اجتهيت فنجان قهوة قلتي يلا لأعمل فنجان قهوة على روائه هيكي فنجان قهوة حس فيه بالامتعاش يا الله ما احلاهن عنجد حلو كتير انه ناخد اشخاص معنا بالتسوق هيكي يكون زوقهم من زوقنا انا بصراحة امي الله يخلي ليها هي اللي راحت معي وهيكي نقينا الاغراض مع بعض وكانوا حتى الفنجين هاو زوقها الله يسلم لي اياها يا رب ما يحرمني منها امين هاو المشتريات هيكي كم غرد على السريع ان شاء الله بيكونوا عجبوكم اتلجدد لكم هيكي بفنجان القهوة ان شاء الله بيكونوا عجبوكم عن جدد تجديد حلو حتى لو بفنجان قهوة باي شغلة بسيطة الواحد هيكي بيجدد هاو طبق البيت كتير عجبوني لانه سعره نرخيص وحسيتهم بيقطوا الغراض يعني ممكن نشتري شغلات احيانا لانه منلاقيه لقطة او منلاقي سعره رخيص قلت بيمنوا منظم وسعره كتير رخيص حلو كتير عن جد كتير كتير عجبني اليوم مثل ما قلت لكم با رح صور لكم اه وصفة طبق حتى خلي الفيديو اليوم خفيف هيك بس صورت لكم اه تقديم الغداء صورت لكم يا هيكي على السريع ازا وصلتوا لهون معناته الفيديو عجبكم من فضلكون ما تبخلوا علي وحطولي لايك واشتركوا بالقناة ازا لسته ما اشتركتوا بالقناة لحتى تدعموا المحتوى ان شاء الله بالفيديوهات الجاي رح شارككم هاي الوصفة بإذن الله تعالى لانه عملت طبقين هيكي على السريع بس قلت ما رح صور لكم بهذا الفيديو ان شاء الله بفيديوهات جاي بصور لكم الوصفة شو رأيكم ان شاء الله ربنا يا ربي ديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال يا رب عن جد الالوان هيكي سبحان الله بتشهي دايما العين اللي بتاكل يا ربي ديمها نعمة يا ربي امين بعد ما خلصنا الغداء نظفنا وروقنا البيت وقلت والله لاشا على هيكي بخور بيعطي ريحة حلوة وطاقة حلوة انا كتير كتير بحب ريحة البخور خصوصا ريحة المسك والمسك الابيض عن جد هاي الروايح بتريحني كتير بحبها هيكي بحس بتغير اجواء البيت كلها يادا فيه المسك وفيه العنبار هاي الروايح يعني بحسها كتير لطيفة هيكي متشوقة كتير اني اشرف فنجان قهوة بالاغراض اللي انا جبتون لهيكي بعد ما خلصت البخور اطلابتها فنجان قهوة خصوصا انه الطقس هالايام كتير كتير حلو خاصة للمغربيات يعني الطقس عن جد بيكون كتير كتير حلو بجنن بعد هيكي ما رتبتهم وحطيتهم مكانهم قلت له صور لكم فنجان القهوة انا جد انا كتير كتير حبيتهم ان شاء الله يا ربي بعجبوكم بتحبوهم مثلي قلت ابدا وجب فنجان القهوة هلأ لحتى كمان نزود السعادة قلت يلا بحط كمان شوكولات مع القهوة هيك بتصير قهوة غير شكل انا دائما بشرب قهوتي سادة يعني دائما دائما بحبها سادة بس ما كنت بطل عادة انه ااخد مع القهوة جنب القهوة اه شي حلو يعني دائما بحب جنب القهوة ااخد شي حلو بحاول كتير انه قلل بس ما عم تنجح معي هالخطة ابدا ودائما بحاول انه الشوكولاتة اللي عم باخدها مع القهوة تكون شوكولاتة دارك لانه شوكولاتة دارك بتساعد انه يزيد الحرق بالجسام وانه صحية اكتر من الشوكولاتة اللي لا يتسكر احلى شي انه يكون الواحد عنده طقوس لفنجان القهوة كتير بحب اشرف فنجان القهوة اول ما بيبدا نهاري بالبلكون او هيك في في المغربيات والمساء بحس انه عن جد بتكون هيك طعمه مميز الهويات يعني شي بيرد الروح والله عن جد الجو احلى الجو انه الواحد يطلع من البيت يتمشى يغير طاقة بجد كتير كتير هالجو حلو هالجو بها السنة كتير 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 حلو هوايات هيك باردين بيردوا القلب والله شي بيشحي القلب فعلا قبلولي انتو شو بتحبوا تاخدوا مع القهوة تبعتكن وكيف بتشربوا قهوتكن يعني فنجان القهوة هذا ضربنا فيه عصفورين بحجر منه انه رحنا واستفدنا من التسوق والشغلات الجديدة اللي بتخلينا سعادة وكمان الشوكولات كمان بتخلي هرمون السعادة يزيد عننا لهيك ضربنا عصفورين بحجر فنجان هالأهوة وكان قطيب فنجان أهوة عن جد واللي كمان خلاه قطيب وقطيب الجو والنسمات الهوى الباردة عن جد كان الهوى كتير كتير لطيف والجو دافي كتير كتير كان حلو بصراحة وكمان سبحان الله العظيم صوت العصافير انا كتير كتير بحب تفرج علي ونشوفوهن هنين بيكبروا قدامي عن جد يعني كتير كتير بفرحوني وصوتا على الصبح لما بيطلبوا أكل أول ما بسحا هيك بيجوا ناحي القفص بيطلبوا أكل عن جد بيجننوا سبحان الله يا الله شو حلوين انتو أنا جد هي العصفورة الصغيرة كل ما بتتحرك انه لسه بتحس ان ما مخذي توازنة فهم بتضحك كانت عم تحاول تطلع على المرجحة بسمحس نصور الكوين ياها لأنه كل ما قرب منا تبطل يعني فمن بعيد ما اجا تصوير معي ما زبط تصوير معي ان شاء الله في الفيديوهات الجاي بحاول صور لكم ياها أكثر وبعد ما شربنا اطيب فنجان قهوة قلنا اللي هنطلع نتمشى بالليل من شان كان الطقس كتير حلو قلنا يلا بناخد تمشي بالليل كان عندي معاد عن دكتور الاسنان روحت على معاد دكتور الاسنان وكمان صورت لكم هيك النيل بالليل والقاهرة هن صورنا عن برج القاهرة والنيل وصورت لكم كمان الشجرة انه في شجرة على الجنب مدخل لبرج القاهرة اسمها الشجرة الشجرة الخديوية لأنه جاب الخديوي اسماعيل على مصر جاب اكتر من شجرة وتزرعه باكتر من مكان متل ما عم تشوفوها هي من الاشجار المعمرة وهي هي شجرة البقيانة من نون هاي تقريبا اسمها شجرة الفيكس البنجالي وهي هلأ من اشهر الاشجار الموجودة بالقاهرة والناس هي كي بيتصوروا جنبها على جدهي الى فروح هوائية شكلها كتير كتير حلو سبحان الله هاي الشجرة الخديوي امر انه يجيب هادا النوع من الشجر ويتزرعه باكتر مكان من بالقاهرة لا حتى يزينوها متل ما قلت لكم هي الشجرة البقيانة منن وهي شجرة كبيرة والناس بيحبوا يتصوروا جنبها عن جد تصورت لكم كمان النيل اجواء كتير كتير زاحرة بالنيل خاصة بالليل اجواء بتاخد العقل خصوصا انه الجو كتير حلو شايفين برج القاهرة من البعيد عن جد الاجواء كانت كتير كتير مميزة وخرج تمشي يعني تمشينا عن جد اخدنا طاقة ايجابية كتير عالية ان شاء الله فيديو اليوم بيكون عجبكم ما تنسوا تدعموا القناة وتحطوا لي لايك وتحطوا كومنت حلو متل قلوبكم واذا انتم مو مشتركين بالقناة تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لا حتى يوصلكم كل جديد وانتظروا ان شاء الله فيديوهات جديدة وفلوكات حلوة ومميزة بازن الله تعالى بحبكم كتير بشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة